اشتركوا في القناة 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 حتى الناس دي التجهيز الى اخره اللي خدامين حاليا من اجل فك العزلة وكذا حيوا بنفسهم من اجل فتح الطرقات ومساعدة المواطنين فلهم واحد التحية خاصة بطبيعة الحال هنا الصورة دي السائق حافلة الموت واللي توفاه فيها العديد من المواطنين كين اللي كترحم عليه بطبيعة الحال ترحم عليه خبر سيء انه توى 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 الاسم دياله هو يقول صاحب المنشور دعوتكم له بالرحمة والمغفرة الطالب ابو يا سائق حافلة الطاطا رجل بشوش وصادق ومحترم تم العطور اليوم على جثته نسأل الله تعالى ان يتغمضه بواسع رحمته وجميع اروح الضحايا وانا الى النا لله وانا اليه راجعون للاشارة ممكنش نوجهه له تهم بدون دليل ممكن يكون طلاقة فوق الخنطرة مع الوقت لي الله وصليه السيل وحصل في انتظار تحقيقه بطبيعة الحال اه المرجو دائما انتظار طلبوا لي الرحمة ولكن انتظروا ان اه تحقيقاتهم اللي غتتأكد السبب ديال وفاة دياله بطبيعة الحال ووفاة هاد اللي كانوا معاه بطبيعة الحال هو كيتحمله احد المسئولية لانه هو كان الشايفور هو اللي كان السائق على هاد شي اللي وقع هو اللي كان سائق وبطبيعة الحال عدوا حد جانب من المسئولية خصوصا اننا كانت واحد نشارات اندارية اللي كانت كتتأكد بانها المرجو الابتعاد حتى وزارة الداخلية خرجت بيان كتأكد فيه ضرورة الابتعاد المواطنين على المجاري المائية وكان خاصهم بطبيعة الحال انهم يبتعدوا على المجاري المائية لانه حتى الصفار ما كان شخص نتا الناس كان عليهم يسولوا على رسم يشوفوا دائما نشرة الجوية يشوفوا وشكين شتاء وشكين نشارات اندارية في هاد المناطق اللي مع كامل اسف كي مروا منها وخصوصا بجانبات الوادي طبيعة الحال قدر يكون كيتحمل مسئولية من واحد الجهة انه يقدر يكون تسرع وكيف كتعرفوا ان الكيران بعض المرات كي بغيوا تسرعوا باش وصلوا الوجهة دية لهم باش ياخدوا بلايس اخرين ركب كتعرفوا اشنو كين هدي من جهة ومن جهة اخرى تقدر يكون انه كان معا كان ما كان تشي واد ولكن فش مع المرور على ذاك القنطارة انه تصادف مع مرور الواد الى اخيره كل شي لاحتمالات واردة في هاد القضية ونسأل الله بعدها يرحمه وان يصبر الاهل دياله بطبيعة الحال اه بعض الفيديوهات اخرى على اه ما يقع طرق الحالة ديالهم ما كان من الاسف احنا بطبيعة الحال كان ندو ولكن نوجه رسالة من اجل انه مفك العزلة على هاد المناطق وخام مناطق الجبلية وعيرة ولكن خاص ضروري ما يكون فيها تنمية في هاد المناطق تنمية مجالية طبيعة الحال وجهوية اي جهات خاصة حتى تنمية بشي فقط المدن الكبرى ماشي كنشوفو بحلنا لو ماروك وكنشوفو بحل دبال من نشوفو مدينة الضر البيضاء مثلا او طنجة او اقادير او مراكوش كنلقاهم مدن جميلة جدا ولكن كنشي مدن داخلية فكتلقاهم انه معدوم لتنمية لا حتى حاجة مع كم الاسف كنشوفو الحال ديال هاد القناطير ونشوفو الحال ديال هاد الطرق اللي جاتها المياه وبينت الهشاشة ديال هادي من جهة وايضا كانت قوة سيول جاري فرات تقدر تدمر اي حاجة كتمر بها وكنشوفو انه قناطير بسيطة اللي تكون في هذه المناطق بطبيعة الحال قوة تساقطات كانت كبيرة بزاف ولكن هذا لا هذا لا يمنع انه تكون تنمية مستدامة في هذه المناطق دابا الناس كيحاولوا بما انه هاد الطرق الضمرة ترا كيحاولوا يمشيوا في طرق جانبية من اجل المرور طبيعة الحال هاد المناطق را كتكون شاسعة مناطق واسعة ما كتوجهش فيها عدد سكان كتير ولكن حبة دا انه تكون فيها حتيات تنمية وتكون فيها اشياء اللي تنفع المغرب وتنفع المعه غاربة كالمجال السياحي تقوه هنفر الاماكين وتكون اقتصاد ديالهم مزدهر بطبيعة الحال الى هنا نأتي اعلانها يتهد النشرة نشكركم على حسن الاسقاء والمتابع الى اللقاء في فيديوات قادمة ان شاء الله